ينضم لنا الآن من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر أهلا بك معنا دعنا نتابع معك ردود الأفعال والرسمية منها صادر على هذه الهجمات التي طالت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وأجنبية نعم هذا هو أول ردفع الرسمي يصدر عن الحكومة العراقية جاء على لسان الناطق الرسمي باسم القاعد العام للقوات المسلحة بعد أربعة أيام من هجمات متعددة ومتكررة طالت قاعدتي الحرير في أربيل وعين الأسد في محافظة الأنبار استهدفت هذه الهجمات مواقع تابعة للتحالف الدولي أو مستشاري التحالف الدولي الذين قال عنهم البيان العراقي بأنهم مدعوون إلى العراق بدعوة رسمية وأنهم يتواجدون في هذه القواعد بدعوة رسمية استكمالا لعادة تأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية اللافت أيضا أن البيان العراقي لم يكتفي عند رفض هذه الهجمات وإضفاء الصبغة الشرعية والصفة الشرعية لوجود المستشارين والمدربين التابعين للتحالف الدولي وإنما جاء في سياق البيان بأن رئيس الوزراء قد أصدر توجيهات فعلا بملاحقة ومتابعة منفذي هذه الهجمات وهذا قد يفتح الباب على توتر جديد بين الحكومة العراقية وبين الفصائل المسلحة هذه الفصائل حتى هذه اللحظة هي ملتزمة بمسألة فتح الساحات أو وحدة الساحات كما يطلق عليها من قبل الفصائل المسلحة طالما استمر التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة شكرا لك مرسلنا حيدر الأسدي كان معنا من بغداد